السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب المرحلة الثانوية الصف الثاني عشر مرحبا بكم في درس من دروس الدراسات الاجتماعية الوحدة الثانية جغرافية دولة قطر الدرس الرابع السكان والاستقرار في دولة قطر أهداف الدرس بنهاية الدرس يكون الطالب قادرا على أن يحقق الأهداف التالية الهدف الأول أن يعدد أهداف دراسة التركيب السكاني في دولة قطر الهدف الثاني أن يميز بين التركيب النوعي والعمري لسكان دولة قطر الهدف الثالث أن يذكر المقصود بالثنائية السكانية الهدف الرابع أن يقترح الحلول الممكنة للحد من الخلل في التركيب السكانية ومشكلة الثنائية السكانية المترطبة عليها في دولة قطر أعزائي الطلاب وأذكركم بأهم نقاط الدرس السابق حيث وضحنا مدى اهتمام دولة قطر بالدراسات السكانية وإجراء التعدادات السكانية الشاملة ومن الأدلة على اهتمام دولة قطر بالتعدادات السكانية وهو إنشاء الجهاز المركزي للإحصاء الذي له دور فاعل في توفير البيانات السكانية والبيانات الاقتصادية كما تم إنشاء اللجنة الدائمة للسكان عام 2004 والتي تختص بإعداد السياسات الوطنية للسكان والآن هيا بنا ننطلق إلى الهدف الأول وهو أن يعدد أهداف دراسة التركيب السكاني في دولة قطر التركيب السكاني في دولة قطر اهتمت التعدادات السكانية في دولة قطر بدراسة التركيب السكاني فتشير الصورة إلى حسب النوع ذكور وإناث أما الصورة التالية فتشير إلى حسب فئات العمر أطفال وشباب وكبار السن طلاب الأعزاء وهنا نطرح سؤال عدد أهداف التركيب السكاني في دولة قطر الإجابة أولاً تحليل الخلل في الثنائية السكانية مواطنون ومقيمون ثانياً دراسة التركيب السكانية حسب النوع ذكور وإناث وحسب العمر أطفال شباب كبار السن ثالثاً تحديد القوة الإنتاجية لسكان دولة قطر ومعرفة الناشطين اقتصادياً فيها ومعدل البطالة رابعاً العمل على تذليل التحديات التي تواجه عملية إحلال العمال الوطنية محل العمال الوافدة أو ما يطلق عليه التقطير الهدف الثاني أن يميز بين التركيب النوعي والعمري لسكان دولة قطر التركيب النوعي للسكان يوضح التركيب النوعي للسكان الملامح الديمغرافية للمجتمع ذكوراً وإناثاً وعلى حسب تعداد سكان دولة قطر عام 2015 يتضح لنا أن نسبة الذكور 75.6% أما نسبة الإناث 24.4% فيتضح لنا ارتفاع نسبة الذكور في دولة قطر عن نسبة الإناث ويرجع ذلك إلى أن معظم العمال الوافدة تعمل في قطاع البترول والغاز والصناعة والزراعة من الذكور التركيب العمري للسكان من خلال الصورة التي أمامك تشير إلى أن التركيب العمري للسكان يوضح دراسة السكان حسب فئات العمر أطفال شباب كبار السن فنجد أن التركيب السكانية حسب فئات العمر في دولة قطر عام 2015 كما يلي أطفال حتى سن 14 وصلت النسبة إلى 13.6% أما الشباب من سن 15 إلى سن 64 وصلت النسبة إلى 85.3% أما كبار السن فوق 65 وصلت النسبة إلى 1.1% من دراستنا لهذه النسب يمكننا طرح الأسئلة التالية السؤال بما تفسر تمثل فئة الشباب أكثر من 85% من سكان دولة قطر الإجابة لأن معظم العمال الوافدة تكون من القادرين على العمل والإنتاج السؤال بما تفسر انخفاض نسبة كبار السن الإجابة لأن من يحال إلى سن المعاش من الوافدين يعود إلى بلده الأصلي وذلك لارتفاع تكلفة المساكن والمعيشة في دولة قطر السؤال بما تفسر انخفاض نسبة الأطفال وصغار السن لأقل من 14% الإجابة لأن معظم العمال الوافدة من الشباب القادرين على العمل والإنتاج لا تصحب عائلتها وذلك لارتفاع إيجارات المساكن في السنوات الأخيرة طلاب الأعزاء والآن نستطيع أن نميز بين التركيب النوعي والتركيب العمري التركيب النوعي يوضح أحسنت الملامح الديمغرافية للمجتمع ذكورا وإناثا أما التركيب العمري بارك الله فيك فهو يوضح دراسة السكان من حيث فئات العمر أطفال شباب كبار السن الهدف الثالث يذكر المقصود بالثنائية السكانية الثنائية السكانية وهي تعني زيادة أعداد الوافدين مقارنة بأعداد المواطنين أعزائي الطلاب ومن خلال الرسم البياني الذي أمامك يتضح لنا أن هناك خللا في التركيب السكاني حيث يبين الرسم أن هناك تطور في زيادة نسبة العمال الوافدة حتى وصلت إلى أكثر من 94% من مجموع الناشطين اقتصاديا في دولة قطر وذلك في عام 2014 مما يؤدي ذلك إلى خلل في قوة العمل حيث أصبحت الثنائية السكانية مشكلة بالنسبة للمجتمع القطري والآن ننتقل إلى الهدف الرابع وهو أن يقترح الحلول الممكنة للحد من الخلل في التركيب السكانية ومشكلة الثنائية السكانية المترطبة عليها في دولة قطر والآن أعزائي الطلاب دعونا نقترح حلولا ممكنة للحد من الخلل في التركيب السكانية ومشكلة الثنائية السكانية في دولة قطر فمن الحلول الممكنة أحسنت العمل على استغلال الموارد البشرية الوطنية وكذلك رقط التعليم بمتطلبات سوق العمل ومنها رائع زيادة مساهمة القطريين في النشاط الاقتصادي وخفض نسبة البطالة بينهم وكذلك تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص ومن الحلول أيضا بارك الله فيك التخلص من العمال الوافدة الفائدة عن الحاجة وأخيرا العمل على تقطير الوظائف في دولة قطر من خلال إحلال العمال الوطنية محل العمال الوافدة وما يسمى بمفهوم التقطير أعزائي الطلاب وفي نهاية الدرس تستطيع أن تجيب على الأسئلة التالية السؤال اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل تساعد دراسة التركيب السكاني على رصد النمو السكاني رصد أماكن تركز السكان توقع حجم التجارة الخارجية تحديد القوة الانتاجية للسكان الإجابة أحسنت تحديد القوة الانتاجية للسكان السؤال عرف مفهوم الثنائية السكانية الإجابة أحسنت تعني زيادة أعداد الوافدين مقارنة بأعداد المواطنين أعزائي الطلاب أذكركم بحل الواجب وذلك بالدخول على تطبيق Microsoft Teams وذلك للإجابة على سؤال درس اليوم خلال 24 ساعة والتواصل مع المعلم للإجابة على أسئلتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته